المسلسل الحشاشين كان طبعا واحد من أهم المسلسلات خلال شهر رمضان وقدر أنه يتصدر الترند طول الشهر تقريبا وده بسبب كتير من التفاصيل اللي اهتم بيها المسلسل سواء على مستوى القصة أو الديكور أو الأزياء والملابس وبما أن المسلسل كان بيكلم عن فترة تاريخية مهمة جدا وممكن تكون غمضة شوية هيكون معنا نارضة دي في كتابه اتصدر الترند خلال الفترة الأخيرة وخصوصا أنه بيعتبر واحد من أهم الكتب لرصد التاريخ الحشاشين منوارنا في الستوديو الدكتور عبود مصطفى الكاتب والناقد الأدبي أهلا بك أهلا بك كيف أن معلم بحضرتك احنا أول حاجة عايزين نعرفها إيه قصة الحشاشين احنا بنشوف كتب كتير كلمة عن الحجبة الزمنية دي وكل شوية حاجة بتختلف في القصة فاحنا عايزين نعرف مين هم الحشاشين طيب تمن بداية الحشاشين دول طائفة الطائفة دي طائفة إسماعيلية يعني إيه إسماعيلية المسلمين اختلفوا لسنة وشيعة في الواقعة الشهيرة اللي كانت بين سيدنا علي وسيدنا معوي فضلت الإمامة تنتقل من علي بن أبي طالب عند المذهب الشيعي إلى أبناءه لغاية ما وصلت إلى الإمام جعفر الصادق الإمام جعفر الصادق كان عنده ولدي إسماعيل وده ابنه الكبير خلاص وموسر قازن ده الأصغر إسماعيل مات في حياة أبو تمام فانتقلت الإمامة إلى ابنه الأصغر لكن أدباع إسماعيل قالوا لا ده ماتش ده تم عمل جنازة وهمية له حتى لا يلاحقه العباسيون الخلافة العباسية أنزل وأنه هو عيش فنشأ الطائفة باسمها الإسماعيلية طيب اللي قبل الطائفة الإسماعيلية كانوا الشيعي طائفة الإسنى عشرية فبقى عندنا طائفتين كبارة الإسنى عشرية والإسماعيلية حسن الصباح كان أحد الذين ولدوا في عام 1037 ميلادية فكان ولد في أسرة إسنى عشرية فكان معتقدوا الإسنى عشرية حتى عمر 17 سنة لكن في عمر 17 سنة اتعرف بأحد دعاة الإسماعيلية وتم تحويل مذهبهم من إسنى عشر إلى الإسماعيلية وبعدين بقى ولائه للإسماعيلية وجه مصر قاعد في مصر عدة سنوات لغاية ما طرد منها طردوا الوزير بدر الديني الجمالي فبقى ولائه للإسماعيلية فبدأ ينادي ويؤسس ويدعو للإسماعيلية في بلاد فارس وبدأ يؤسس قلعة ألموت أو اشتراها وسكن فيها لغاية ما الخليفة المستنصر بالله الفاطمي وهو كان إسماعيلي مات فحصل برضو نفس الخلاف إن ابنه المستعلي ولا ابنه نزار فكان حسن الصباح يؤيد نزار فنزار ده تم خلعه من ولاية العهد وبعدين سجن في الإسكندرية ومات في الإسكندرية فأخذ يدعو له حسن الصباح هو أسس طائفة الحشاشين النزارية النزارية من الإسماعيلين ونشق بعد فترة عن الدولة الفاطمية وبقى له طائفة أو جنود أو رجال يعرفوا باسم الحشاشين أو الأساسين دي البداية دي الفكرة يعني الفكرة بدأت من هنا لكن بعد كده بقى فيه مصارات متنوعة ومتعددة لحسن الصباح إنه هو فكرة الإمامة فكرة الزعامة فكرة النواي السيطر فكرة السيطرة على الأتباع أسليب السيطرة على الأتباع الجرائم من اغتيالات اللي حصلت طوال ما هو كان موجود حتى وفاته كانت تمت إزاي فكرة انتقال طائفة الحشاشين من بلاد فارس إلى الشام وهذه نقطة مثلا مسلسل مجفاش المسلسل اكتفى بالحشاشين بحسن الصباح لكن في أواخر عهد حسن الصباح انتقل مجموعة من الحشاشين إلى بلاد الشام إلى حلب تحديدا وعملوا قلعة ضخمة جدا زي قلعة ألموت اسمها قلعة مصياف وكان شيخ الجبل اسمه الشيخ سنان وشيخ سنان ده اغتال الأمير ممدود وده أول أمير واجه الصلبين وكان لهم محاولات لنغتيال الصراحي الديني الأيوبي محاولتين وكان فيه تفاصيل شهيرة جدا المسلسل مجابش ده لأن المسلسل ركز على حسن الصباح وقلعة ألموت انت ايه رأي حضرتك في الخط التاريخي والدرامي بتاع المسلسل؟ بصي الحقيقة فيه فرق كبير جدا بين الكتابة الدرامية والكتابة التاريخية المؤرخ لازم يلتزم بالحياد التام والمؤرخ بيرصد الظاهرة أو الواقعة أو الحدث أو حتى الشخصية ويكتب كل ما جاء عنها بحياد من غير ما يضع رؤيته الشخصية لكن كاتب الدرامي من حقه يضع رؤيته الشخصية بمعنى أن حسن الصباح مثلا فيه مصادر غربية بتقول أنه قتل أولاده وفيه مصادر أخرى بتقول لا أنه لم يقتلهم من حق هنا المؤلف الدرامي أنه ينحاز للرؤية التي تخدم مشروعه الدرامي يعني لو هو عايز يطلع شخصية حسن الصباح شخصية دموية أو شخصية لا مشاعر لديها ويستطيع من خلال مشروعه الخاص أو في الظل تحقيق حلمه الخاص أنه يقتل أي حد أو يتخلص من أي حد فينحاز أنه قتل أولاده وده اللي شفتها في المسلسل المؤرخ لا المؤرخ ممكن يذكر الرؤيتين يعني لا يستطيع أن يغفل إحدهما يقول أنه فيه مصادر بتقول أنه قتل أولاده ومصادر لا فالمؤلف الرؤية عنده مساحة أكبر من الحرية عن المؤرخ طيب المساحة دي لها ضوابط ولا ملهاش لها ضوابط طبعا أنه هو يفسر الحدث ولا يغير الحدث يعني ما ينفعش أنه مثلا هولاكو هو اللي قضى على قلعة ألموت والحشاشين في بلاد فارس أقول لا حد تاني لكن أقوله لكو ده وفعه لده إيه السبب اللي خلا يقضي عليهم دي من حقي كمؤلف درامي أن أنا أشتغل عليها طب حضرتك شايف أنه فيه أحداث تاريخية كثير كانت مختلفة عن الحقيقة ولا الحقيقة لا الحقيقة هو عبد الرحيم كمالي يعني كان كاتب قدير جدا من وجهة نظري لأنه هو قرأ كل المصادر والمراجع المعتبرة وغير المعتبرة الغربية والعربية وانحاز كمؤلف درامي لللي يخدم فكرته فأنا شايف ما فيش كل الأحداث السبتة أو المتفق عليها جاءت في المسلسل كما هي في كتب التاريخي النقاط اللي مختلف عليها اللي هي من حقه جدا يعني مثلا زي استخدام اللغة يعني ولا شك أن في الفترة دي ما كانش فيه العمية بتاعت عصرنا الحالي لكن ده ككاتب من حقه وهو الحقيقة مزج العمية بالفصحة يعني نقدر نقول أن المسلسل كان فيه اللغة التالتة أنا بشوف أن دي حاجة يعني حاليا أحسن لأن أنت بتسهل على المشاهد أن جميع الأعمار ويقدر يفهم أي لغة بتتقال يعني ساعات الناس بتقول مثلا أنا مش حابة أن المسلسل بقى عامي وناس ثانية تقول أنا مش حابة أن المسلسل باللغة العربية وشايف أن هي تقيلة فأنه يمزج بين الاثنين يعني بتهيألي كمشاهدة دي خدمت جدا المسلسل أنا بتفق مع حضرتك هو الحقيقة كان ذاكي جدا أنه هو ما قدمش اللغة العمية الصرف طبعا اللغة العمية المصرية اللي بتختلف كل فترة ببا كل فترة تختلف طبعا واللي تختلف عن العمية العراقية العمية الشامية العمية الحجازية المغربية لا هو استخدم اللغة التالتة زي ما بنقول اللي هي الفصعمية إنجاز بين الفصحة والعمية كان موفق جدا في الموضوع ده لكن استخدام اللغة العمية باللهجات المحلية أنا شيء باعتبره غير جيد لأنه مش هيفهمك العراقي مش هيفهمك الجزائري لكن فيه مستوى أعلى شوية من العمية واللي هو نجح عبد الرحيم كاميل جدا أنه هو يستخدمه ووصل لكل الجمهور الحقيقة لكن لو رجعنا لسؤالنا هو استخدم اللغة دي اختار اللغة دي اللغة دي مش هي اللي كانت مستخدمة أنا ذاك لكن من حقه كمبدع أنه هو يستخدمها بعض الأحداث التاريخية هو اختار فيها مواقف فيه أشياء أخرى ذكرتها زي مشهد الجنة مشهد الجنة ده اللي قاله ماركو بولو وماركو بولو ده لما كان حسن الصباح موجود والقلعة موجودة كان عمره السنتين يعني يستحيل عقلا ومنطقا أنه هو يكون طلع القلعة وشاف المشهد ده دي نقطة النقطة الثانية أنه قلعة ألمة جغرافية وحسب ظروف الطقس لا يمكن يكون فيها لأنهار من لبن ولا عسل ولا خمر ولا 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 فمنطقيا وعلميا ما كانش ده موجود فكرة أنه هو بيصنع جنة ويضع فيها بعض الفتيات الجميلات ويطلق عليهم ندول الحور العين ويخدر أتباعه ويدخلوا الجنة المزعومة دي أو المصنوعة وبعدين يخدره تاني ويخرجه ويقول له حب ترجع الجنة فأقتل نفسك أو اغتال فلان أو أو أيا كان السليب السيطرة اللي بيعملها عليه دي في المصادر المعتبرة مش موجودة ومنطقيا وعلميا مش موجودة لكن هو اخترها اخترها وعملها أنا شايف أنه ده تاريخيا مش المحك يعني من حقه يعني من حق عبد الرحيم كمال ما قدرش أقول أنه هو غلطان وأنه هو حرف في التاريخ وأنه هو بعد عن التاريخ ليه ما قدرش أقول كده لأن كل الوقاع السبتة هو بس اختار طريقة كان حسن الصباح بيسيطر بيها على أتباعه والطريقة دي ممكن تكون مش هي الحقيقة التاريخية لكن من حقه ككاتب ينحز لها لأنه في النهاية فعلا النتيجة واحدة أن حسن الصباح كان له سيطرة تامة على أتباعه اللي كان بيسابوهم الفدائيين إلى درجة أنه إذا قال لأحد من أتباعه أقتل فلان يقتل أو أقتل نفسك يقتل نفسه فالمسألة يعني في الحدود المسموح به طيب ممكن نتكلم شوي عن الكتاب بتاع حضرتك وتقول لنا أنت ليه قرار تانية تكتب أصلا عن الحشاشين الحقيقة الحشاشين في عدة كتب صدرت عنها قبل كتابي منها روايات مثلا لكن الروايات دايما بيكون فيها انحياز درامي يعني زي ما ذكرنا في حال المسلسل ما بيكونش فيها الرؤية التاريخية الدقيقة أو منقشة الأفكار بشكل عام لأن الدراما لها سلبها الخاصة فأنا كان نفسي أن أنا أعمل الكتاب ده والحمد لله عملته لأن استطيعنا أن أقول لك أن كل الطيارات الإرهابية والجماعات الإرهابية اللي موجودة في عصرنا الحاضر مؤسسة على فكرة الحشاشين يعني من أول فكرة السيطرة على الأتباع وإزاي يسيطر على الأتباع فكريا وإزاي يستقطبهم وإزاي يجندهم وإزاي يوهمهم أن هم أصحاب الفكر الوحيد الصحيح وأن هم الجنة زي ما حتى جاء في المسلسل كان حسن الصباح بيسمي نفسه صاحب مفتاح الجنة أن مفتاح الجنة في يديهم هم فقط وأن ما عادهم كافر كل الطيارات المخربة اللي بنعيش أو بتعيش في عصرنا الحالي منها داعش وخلافه كلهم طلعوا من الحشاشين فكان مهم جدا من وجهة نظري ككاتب أن أنا أكتب كتاب عن الحشاشين وأن أنا أناقش أفكارهم وأن أنا أعرض تاريخهم لأن فيه كتاب مهم جدا جدا كان عمله حجة الإسلام أبو حامل الغزالي اسمه فضائح البطنية بينقش في الكتاب ده أفكار الحشاشين وعقائدهم وطرقهم في السيطرة وكل شيء لكن الكتاب ده لأنه طراصي خلاص ما فيش يعني الشباب أو القراء الجدد أو القراء زمانة ما بيفهمهوش أوي أو مش مقبلين عليه أوي فكان من وجهة نظري أن أنا أعمل كتاب يشرح الفكرة دي والقراء يستفيدوا منه والحقيقة جي المسلسل بعد كده يعني من وجهة نظري كامل الصورة يعني خصوصا أن فيه كتب كتير تم تدمرها بعدما المهول اقتحموا قلعة ألموت قلعة ألموت لما هلاكوا اقتحمها ودمر حرق كل الكتب اللي كانت موجودة في القلعة يقال ما عدا كتاب واحد كان اسمه سيرة سيدنا سيرة سيدنا سيدنا هنا المقصود به هو حسن الصباح وإن كتاب سيرة سيدنا ده إحنا وصل لنا حسن الصباح وتريقه وعمليه وحياته ومن خلال هذا الكتب ففيه كتب كثيرة دمرت لكن فيه مصادر كلمة عن الحشين هي مصادر غير دقيقة منها زي ما قلت الحضريك رحالات ماركو بولو لأني ده كان رحالة مش مؤرخ وكان بعد يعني كان عمره سنتين يعني في الفترة اللي كان فيها حسن الصباح فهو قرخ أو كتب بعدها بسنوات طويلة وبكتابة غير دقيقة لكن وللأسف مصادر أخرى أخدت من ماركو بولو واعتبرت أن اللي ذكره حقاق سبتها منها توصيفه لقلعة ألموت منها فكرة الجنة اللي معمولة جوا قلعة ألموت أنهار العسل، أنهار الخمر، الحور العين إلى آخره حضرتك شايف إيه هي أهمية الفترة دي على التاريخ بشكل عام؟ الحياة الفترة دي أو الحقبة التاريخية دي مهمة جدا لأنها كانت فترة انقصمات وصرعات وكانت الدولة الإسلامية يعني في الوقت ده مقصمة إلى ثلاث خلافات الخلافة الفاطمية في مصر وفي شمال إفريقيا الخلافة الاموية في الأندلس إسبانيا يعني والخلافة العباسية في بلاد المشرق العربي يعني في العراق وبغداد وإلى آخر تمام؟ وبعد كده الخلافة العباسية مسيطرة عليها السلاجيقة والخلافة الفاطمية مسيطرة عليها الوزراء والخلافة الاموية في عصر الضعف الملوك عصر الطواقف، ملوك الطواقف الفترة دي إلى حد ما ظهر فيها أفكار جديدة وأفكار كبيرة مسيطرة علينا حتى الآن منضع فكرة التكفير عامة التكفير أن الحشاشين أو الملاحدة أو الباطنية يعني دي كلها أطلقت عليهم كانوا بيكفروا خصومهم بيكفروا عموم الأمة أهل السنة عشان يبيحوا لهم قتلهم وقتيلهم وعلماء الأمة الصقاط يعني أمثال أبو حامد الغزالي كفروا أيضا الحشاشين حتى أطلق عليهم الملاحدة أو الباطنية أو الحشاشين فالفترة دي حتى الآن تؤثر على حياتنا حتى الآن تؤثر على أمتنا حتى الآن تؤثر على أفكارنا حتى الآن بعض التنظيمات بتتعامل وتستقطب شبابنا بمثل هذه الأفكار فمهم جدا أن أعرفها والحقيقة أنا أعز أقولك أن أحد أسباب مشاكلنا الكبرى في أمتنا مش في مصر في الأمة العربية بشكل عام لأن إحنا معاركنا التاريخية القديمة معارك غير محسومة غير حاسمة يعني كل معركة وكل فكر وكل إشكالية أثيرت من ألف سنة إحنا نواني من أثارها حتى الآن يعني لما نقارن بيننا وبين أوروبا أوروبا كان في حرب عالمية أولى أو حرب عالمية تانية مات فيها 39 مليون إنسان غير الجرحة عواصم دمرت تماما لكن في النهاية حسموا من الخلاف وعملوا الاتحاد الأوروبي إحنا للأسف إحنا عايشين في خلافات وعمرها من ألف سنة يعني مضت وعايشين في أثارها حتى الآن فمهم جدا أن إحنا نستوعب الأفكار دي ونعرفها عشان على أقل نقدر ناخد خطوة للأمام في فكرة أن إحنا نمح الخلافات اللي بيننا أن إحنا نقيم أسس متينة وقواصم مشتركة بيننا تخلينا فعلا نقدر نواجه الزمن اللي جاي حضرتك شايف أن في تشابه بين حسن صباح وممكن نقول الزعماء الإرهاب في الوقت الحالي؟ في تشابه إلى حد التطابق من أول فكرة إزاي أجند الشباب دول عشان أدخلهم لتنظيم ما بعد كده فكرة إزاي أسيطر عليهم بعد التجنيد فأخليهم ما يفكروش فيقتلوا يعني حسن صباح كان يقول له أقتل نفسك يقتل نفسه أقتل فلان أو يغتال فلان يغتال تمام دلوقتي مع نفس الفكرة ممكن يروح يفجر نفسه عشان يفجر حد معين أو مكان معين برضو بنفس طرق السيطرة شخصية عمر الخيام شخصية جددية الحقيقة عمر الخيام ده إحنا يعني في المخيلة العربية عنه إنه هو شاعر الخمريات وإنه هو شاعر الحب وربعيات الخيام اللي ترجمت ترجمات عديدة جدا ومنها الترجمة الشهيرة لأحمد رامي اللي غنتها أمو كلسوم لكن الناس نتعرفش أن عمر الخيام أيضا كان عالم في الرياضيات ولو أبحاث وإختراعات وابتكارات في علم الرياضيات وأنه كان عالم له كمان في الكيمياء فعمر الخيام شخصية جدلية لأنه شخصية كانت لها في العلم ولها في الفن الفن ممثلا في الشعر خلاص ونشأ في فترة أو في حقبة الزمانية اللي احنا بنولها فقبة حسن الصباح كلها اضطرابات وكلها انقصمات وكلها صراعات فاللي شافوه من وجهة نظر الشعر اتكلموا عنه واللي شافوه من وجهة نظر العالم اتكلموا عنه واللي شافوه من وجهة نظر أنه كان في البلاط السلجوكي وربطته صداقة مع بحسن الصباح من هنا جاءت الجدلية عنه لكن عمر الخيام يحتاج أنه يفرض له كتاب واحده يحتاج أنه تعمل عنه مسلسل لوحده كما أني أنا يعني فرصة أنا أنوه أن الحشاشين في ناحية الشام قلعة مصيوف وشيخ الجبل السنان يحتاجوا أيضا يتعمل عنه مسلسل يعني أنا أقترح أني على عبد الرحيم كمال والقائمين على المسلسل أنهما يعملون لنا مسلسل جديد عن الحشاشين في الشام لأن دول استمروا 200 سنة بعد موت حسن الصباح وفي أحداث تريقية مهمة جدا العلاقة بينهم وبين الصالبيين محاولتهم لاغتيال صلاح الدين الأيوبي نجحهم أساسا في اغتيال الأمير مودود أنا عايز أقولك أنهما عملوا محاولتين لاغتيال صلاح الدين الأيوبي ففي مرة شيخ الجبل في قلعة المصيوف كان أرسل رسالة مع أحد أدبعه لصلاح الدين الأيوبي تخيالي إلى أي حد كانوا بيخترقوا الأنظم عن هزاك أنه هو قال صلاح الدين الأيوبي أمرني مولاي قال لا أقول لك الرسالة إلا وحدك فأخرج صلاح الدين الأيوبي كل اللي معاه معده اتنين قال له دول بمثابة أبنائي ودول حراسي الشخصين فقال له لا خرجهم فرفض صلاح الدين فنظر الرسول بتاع شيخ الجبل للحارسين وقال لهم لو أمرتكم الآن باسم السيدكم يقصد شيخ الجبل أنت قتل هذا السلطان ماذا تفعله؟ فجراد السيفيهما وقال له أمورنا نقتله يعني حتى طلعوا الحراس الشخصين بصلاح الدين من أدبع شيخ الجبل من الحشاشين إلى هذا الحد كان فيه اختراق فيحتاج هذا الحشاشين في الشام يحتاجوا إلى عمل ضرامي كبير يكون مكمل للعمل الأول هو عمل ناجح بكل مقيسه كان مهم جدا ويحتاج عمل تاني فأنا أدعوهم أنهم يعملوا مسلسل آخر أنا بقى في كتابي جايب الجزء ده يعني الكتاب مقصم إلى الحشاشين حسن الصباح وفيه الحشاشين في الشام بل أنا هاخده النهاردة ده أنا هاخد الكتاب ده سعيدني يا فن دكتور عبد مصطفى بشكر حضرتك جدا على وجودك معي النهاردة شكرا كيف عندي وانا ساعدتني بجوه مرسي جدا لزوئك وبكده أكون خلصت حلقاتنا نشوفكم الأسبوع الجاي في نفس المعادة إن شاء الله باي باي